أشيرة بتوقيت بغداد حصاظنا الإخبارية تجدد عبر شرق قيامي أقدمه لكم أنا ألا أبو شملات والزميل حسام الطائف أهلا ألا وأهلا بكم مشاهدينا في حصاد الشرقية نيوز من لندن والبداية من العناوين التحقا بالقصفة الاستراتيجية بي 52 غواصة يو اس اس النووية الأمريكية في مياه الخليج والسبب قصف السفارة وحماية الحلفاء من إيران التهو الآخرين رئيس التركي عدل القميص مرئيس وزراء نعم رئيس التركي صديقي صديق شخصي شعف صديق قديم وعدل القميص ما هي المشكلة؟ هذه المشكلة في عراق القميص نوع خمسة مليار خشة انكشاف عوراتهم الانتخابية هاجموا الحكومة يقول الكاظمي بدل الاهتمام بالمنحة التركية انشغلوا بقميصه في رسالة سلام الى العراقيين بطرياك الكلدان في العراق والعالم لويساكو المسيحيون والمسلمون تجنبوا الخلافات وابنوا البلد الانتفاضة لن تموت باستشهاد صلاح العراقي اكتشفوا القتل واكبحوا جماعات الكواتم تقول عائلة الشهيد ملمسة 1420 دينارا اسعر صرف الدولار تخنق العراقيين وتصاعد دعواتهم بإعلان الطوارئ برغم اغلاقهم الحدود مع بريطانيا بداعي كورونا الجديدة جونسون يبلغ الأوروبيين خارجون من الاتحاد بعد 31 ديسمبر عبرت غواصة نووية أمريكية مضيق هرمز في عرض جديد للقوة حيال إيران مع اقتراب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وآلنت البحرية الأمريكية التي عادة لا تكشف مواقع غواصتها في العالم أن الغواصة يو اس اس جورجيا يمكن تزويدها بمائة واربعة وخمسين صاروخ توماهوك وقادرة على نقل ستة وستين عنصرا من القوات الخاصة وأرفق بيان البحرية أرفق بصور تظهر الغواصة وهي تطفو على سطح البحر ويواكبها طردين في هذا المضيق الاستراتيجي قدر سلاح البحرية الأمريكي من أن وجود الغواصة في المنطقة يظهر تعهد الولايات المتحدة بضمان أمن الممرات البحرية بفضل قدرات واسعة تسمح لها بأن تكون على أغبة الاستعداد للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم في أي لحظة تأتي التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة بالتزامن مع ما كشفه مسؤولون مطلعون في بغداد أن الوضع بعد قصف المنطقة الخضراء بأنه خطير للغاية وأن الموقف منفتح على احتمالات كثيرة وأن بداية العام الجديد ستكون صعبة على جهات كثيرة وأنقل المراسل السياسي عن سياسيين عراقيين تحدث إليهم وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن الإدارة الأمريكية لن تبقى صامتة أزأ القصف الذي تعرضت له استفارة الليلة الماضية وأن هناك رد فعل حتمي وأن مكان الفعل المرتقب قد يكون داخل العراق أو خارجه في وقت واحد وكشف المتحدثون أن هناك جهات عراقية تعرضت للوم من جهة الولايات المتحدة بسبب ما يعتقده الأمريكيون تسريباً للمعلومات أو التساهل المتعمد الذي أدى إلى وقوع هجوم صاروخي غير مسبوك من حيث ادقته في إصابة الهداف وأكد المتحدثون أن هناك أضرار مادية وقعت داخل السفار إضافة إلى الأضرار المادية الأخرى التي وقعت في المناطق السكنية والقريبة أن واحد أحداً لم يستطع حتى الآن حصر عدد الصواريخ التي أطلقت أو تلك التي انفجرت فعلاً أو أسقطتها المضادات الأمريكية ولفت المتحدثون الانتباه إلى أن دولاً رئيسة في المنطقة على طلاع باحتمال حصول رد فعل أمريكي خلال عشرة أيام بحيث تكون بداية الشهر الأول من العام الجديد ساخنة ومثيرة فطبقاً للمراسل فإن جميع المتحدثين أجمعوا على أن الوضع السياسي والعسكرية في المنطقة شديد الحساسية وأن كل شيء متوقع هذا أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتقال مجموعة من المشتبه بهم في قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد فضلاً عن توقيف عدد من المسؤولين عن بعض القواطع الأمنية وعد الكاظمي في مؤتمر صحفي قصف المنطقة الخضراء عملاً إرهابياً جباناً وكشف أنه تم منع قصف ثاني للمنطقة الخضراء كان يجري الإعداد له وشدداً على أن دولة لن تقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية حادث مجرد هي الصواريخ التي سقطت يوم أمس على المدنين هذه الجريمة التي نددت بها كل زعماء البلد الكتلة السياسية الحكومة هذا عمل جبان إرهابي لا يريد أن يشبه العراقيين ولا يشبه العراقيين الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابت عراقيين وذلك كان البعض يعتقد أنه استهداف لبعثات الدبلوماسية هذا عمل مرفوض من غير ممكن أن نقبل أن يحصل أي احتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق هذه البعثات موجودة من قانون دولي ولن نسمح بالمساس بها هذه العمليات هي الطعن بالاسم العراق وسمعة العراق العراق يمر بظروف خاصة اقتصادية والحكومة تعمل على مدار الساعة لحل المشاكل الاقتصادية وتعمل على إيجاد فرص لدعم الاقتصاد العراقي عن طريق أصدقاء العراق ودول الجوار هدف الصواريخ وصناعة فوضى هذه الفوضى مرفوضة الحكومة مسؤولة عن أمن الحكومة مسؤولة عن التفاقيات قلنا نقبل لأي طرف أن يقوم بهذه العمليات يوم أمس قمنا بحملة كبيرة احتقلنا مجموعة من المشتبه بهم وكذلك تمزج بالسجن بالمسؤولين عن القواطع كي لا يتكرر وسوف نحسب كل مسؤول في قاطع تنطلق من هذه الصواريخ أقول بكل صراحة أمن العراقيين مسؤولة حكومة وأمن البعثات الدوليسية مسؤوليتنا ولن نقبل مرة ثانية أن يكون هناك أي اهتداء وحول زيارته الأخيرة إلى تركيا وحفاوة استقباله من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الكاظمينه في الوقت الذي قدمت فيه تركيا منحة مالية بخمسة مليارات دولار للمساعدة في دعم إجراءاته الإصلاحية إن شغلت جهات في العراق بتعديل قميصه خلال الحفل الذي أقامته الرئاسة التركية للوفد العراقي العراق يتحمل كاذيب العراق يتحمل الصدق والعمل الجاد كنا في سفر إلى تركيا وكان سفر ناجحة وحصلنا على توميل ومنحة تركية أقرتها في مؤتمر الكويت الآن الأتراك مستعدين لدعم هذه الحكومة خمسة مليار دولار التهى والآخرين رئيس التركي عدل القميص من رئيس الوزراء نعم رئيس التركي صديقي صديق شخصي شعف صديق قديم وعدل للقميص شو المشكلة؟ هاي المشكلة بالعراق القميص يوم خمسة مليار الاحتفال الكبير كان يليق بالعراق ليس اليقبية كنا عن تقه الاحتفال اللي قام به رئيس التركي هو للعراق ليس المصطفى الكاظمي وحول موازنة عام 2021 قال الكاظمي ان هناك من يخاف من نتائج الانتخابات وانكشاف عورته فاخذ يهاجم الحكومة بحجة ان الموازنة التي تم اطارها تستهدف البقراء واضح الكاظمي في مؤتمر صحفي ان الموازنة ليست تقشفية بل اصلاحية وانها عرضت على الكتر السياسية ودعمتها هناك من يخاف الانتخابات ان تنكشف عورة هذه الجماعات فبدأوا يصنعنا من الفوضة تحت عنوان الموازنة هذه الموازنة التي عبر عنها الباطنة موازنة تقشفية لا هي ليست تقشفية انما موازنة اصلاحية هذه الموازنة لم تستهدف اي طبقة وانما عملت على حماية كرامة الموظف والطبقة الفقيرة هذه الموازنة لن تمس رواتب اي موظف من الطبقات الدنيا التي يشكلون اغلب موظف في العراق اطمنهم اطمنهم لا تصدقوا هذه الاكاذيب لا تصدقوها حقيقة اقول هذه الموازنة معاملية اصلاح لنظام سيازي انتجته الظروف الصعبة بالسنين الماضية انتج وضع صعب سوء ادارة وفساد انتج وضع اقتصادي صعب بسبب ظروف كورونا وانهيار اسعار النفط احطينا موازنة تحمي شريحة الفقراء وتبحث عن فرص عمل للفقراء الطابق المستهدف في هذه الموازنة هي الطبقات العليا في الدولار رأسا الثلاث وطبقة الوزراء تنفر الضريبة عليها من نسبة 40% اما طبقة المحرومين الرواتف هم 500 الف ونزولا لم تمس ترهم واحد وكذلك اللي راتب مليون لم يمس الا بشيء رمزي وتأتي تصريحات الكاظم بتزامن مع بدء مرشحين حملات انتخابية مبكرة اعتمادا على المال السياسي عبر الأموال التي جرى الحصول عليها عبر ما يجري من استحواذ على المال العام بطرق غير مشروعة وقدر السباق الانتخابي بالمال السياسي غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية التي تنبهت مبكرا الى محاولة السياسيين فسدين مشهورين بالاحتفاظ بامتيازاتهم ومواقعهم في المرحلات المقبلة بما في ذلك السعداد لتزوير الانتخابات التأثير فيها اعتمادا على المال الحرام ما عرف شون يفكرون وين المستشارين الامنيين يعني ما عرف هذا خالته وبتخالته وبتعمه ما عرف النسيبة وهذا حتى يكون مستشارين هما هذول المستشارين يعني يعني هذي سياسة الدولة الاقتصادية هو هذا اللي نتأمل من الانتخابات والحكومات المتعاقبة العملية الديمقراطية هذه مو عملية ديمقراطية هذه عملية عوائل عملية سيطرة أشخاص على حكم لأجل نهب العراق فشل نسبة الفشل يعني أنا ما عرف طالب يأخذ أقل الخمسين 24 ساعة راسب أجانطي دكتوراه أنتوا ما عرف شون تفكرون في إدارة الدولة يعني شون اشتصورون الشعب العراقي راح ينتظركم يعني انتم دللين يعني شون يعني تصورون شون الاستهزاء بالشعب العراقي شون الاستخفاف بالوضع شون احترموا عقلنا يا ناس احترموا وضعنا احترموا الناس احترموا الشعب العراقي علماء ترى الشعب العراقي شعب المثيلة في شعوب المنطقة رجل الامن اليوم ما عند القدرة على مواجهة بعض المجموعات المدعومة سياسيا من يريد ان يكون هناك استقلال وسيادة للدولة عليه ان يدعم قسس الدولة ومن ثم يمنع الشرطي والجندي والضابط ومنتسب الاستخبارات الثقة بدولته لدعمه ومن ثم سنجد انه الامور بشكل كبير تتغير من يريد سيادة الاراق واستقلال الاراق عليه ان يدعم ركائز الدولة وقوة الدولة وهيبة الدولة لا ان يتعارض مع هذه الهيبة وهذا الاستقلال ومن ثم يذكر انه هو يريد تحرير الاراق اتحاقا بالقصفة الاستراتيجية بي 52 يو اس اس النووية الامريكية في مياه الخليج والسبب قصف السفارة وحماية الحلفاء من ايران فنستحول ملفاتنا في حصاد هذه الليلة وينضم الينا السيد جابرييل سومة مستشار سياسي وسيد بدر الزياد قضو لجنة الامن وسيد ظافر العاني قضو مجلس النواب العراقي بالاضافة الى السيد هادي افقه السياسي الايراني الذي سينضم الينا بعد قليل ابقاء مع السيد جابرييل سومة بعد ترحيبه سيد جابرييل وجود هذه الغواصة النووية في الشرق الاوسط في مضيق هرموس تحديدا مع ذكرى يعني مقتل القائد الايراني قاسم سليماني هل هو استفزاز مقصود لايران في هذا الوقت شكرا للاستضافة وتحية للضيوف الكرام والمشاهدين الكرام الغواصة موجودة في مياه الخليج العربي وكذلك الطائرات البي 52 التي حلقت في اجواء الشرق الاوسط منذ فترة خصيرة وكذلك وجود السفن الخربية والبوارج وحاملات الطائرات كلها موجودة في المنطقة تحسبا لأي عمل استفزازي قد تقوم به ايران في السابق كانت ايران تهدد ولا تزال تهدد بالانتقام عن مقتل السليماني لذلك يرى الرئيس ترامب والادارة الامريكية انه تحسبا لأي عمل ايراني ضد قواتنا في المنطقة ضد السفارة الامريكية ضد خطف او قتل الامريكان لذلك ارسلت هذه الاشياء العسكرية المعدات العسكرية الى المنطقة تحسبا لأي طارق نعم انتقل الى السيد بدر زادي عضو لجنة الامن ودفاع سيد بدر يعني وجود قوات عسكرية امريكية بشكل كبير وغواصة نووية استعدادا لأي طارق في المنطقة بالاضافة الى استمرار الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية في العراق هل هذا يعني ان العراق اليوم في ازمة داخلية واقليمية بسبب توتر منطقة الكبير جدا بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لكم ونظيفكم العزاء ومشاهد الشرقية الكرام طبعا الوضع في العراق الامني غير مطمئ وخاصة بعد التطورات الاخيرة والقصف الذي حدث يوم الاحهد ليلة الاحهد على المنطقة الخضراء ولاحظنا حتى نوعية الصواريخ التي اطلقت هي اكثر حداثة وعبارة عن قاذفة امبوبية مطورة واستطاعوا ان يدخلوا فيها الى منطقة الرشيد وهذه حالة غريبة للأسف قوات الامنية سجلت عليها هذا الخرق الامني الكبير وخير ما فعل سيد رئيس الوزراء عندما قام بوضع كثير من الضباط في التوقيف الذي تخصيرهم في واجبهم وتم القاء القبض على بعض المشتبه بهم والقاء القبض على قاذفة لإطلاق صواريخ ثانية والحمد لله رب العالمين لم يستطيع إطلاق هذه الصواريخ طبعا فهذه العمليات غير صحيحة في الوقت الراهن لأن نعطي فرصة لتدخل في الشؤون الداخلية العراقية ونحن منذ البداية تحدثنا وقلنا لا نريد أن يكون العراق باتجاه أي محور من المحاور الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأن هذا القصف أخذ مدى بعيد وعلى الحكومة قاد إجراءات سريعة وكما صرح سماحة السيد القائد مقدمة الصدر يجب أن ينزل الجيش ويكون هناك سنفار وإجراء تفتيش لأنه يعني الظاهر هناك أكثر من قاذفة صواريق موجودة في بغداد تستعد لضرب والأسف يقولون هما للسفارة لكن هذه الصواريق تذهب إلى المناطق المدنية وبالتالي هي تأثيرها سلبي على كل العراق وخاصة على الحكومة العراقية لأنه للأسف الشديد حتى الحكومة لم تستطيع ضبط الأمن منذ فترة طويلة عندما تكرر هذا القصف والآن يتكرر أكثر أكثر من ثمانية صواريق وهناك قاذفة كانت فيها تسعة صواريق لم يستطيعوا أطلاق هذه الصواريق لسرعة القبض عليها فهذه عملية كبيرة يعني نستطيع أن نقول هي بداية حرب واليوم أعطينا فرصة يعني لولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بحماية سفارتها وتتدخل وأن الحركة التي قامت بها برسال غواصات أو طائرات بـ 52 طبعا نحن نعلم اليوم في الخليج كثير من الطواعد العسكرية الأمريكية تستطيع ضرب أي منطقة تراها مناسبة لأنها لها القدرة والقابلية ولكن نحن نريد تجنب العراق أن يكون ساحة للاقتتال الداخلي أو منطلق لضرب المصالح سواء الأمريكية والإيرانية لكن للعسف هناك عناصر تريد أن يكون العراق فيه فوضى وبالتالي طبعا الحكومة يجب أن تكون جادة وتتخذ إجراءات سريعة حتى لا نعطي فرصة للتلاعب بالأمن الداخلي العراقي ونعطي فرصة لكثير من الأعمال التقريبية أو لخلق فوضى في بغداد العاصمة حتى نعطي فرصة لقوات أجنبية التدخل في بغداد أو في العراق نعم أعود إلى سيد جابريل سومة سيد جابريل ضعني أسألك كيف تقيم الإدارة الأمريكية مدى الخطورة في محيط السفارة الأمريكية في بغداد هل هو خطير شديد الخطورة تحت السيطرة كيف يعني تقيمه وأيضا ما هي ردود الفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في حال استمرار قصف السفارة الأمريكية في بغداد والبصورة عامة الولايات المتحدة تخفف من وجودها في المنطقة لاحظنا مثلا القوات الأمريكية تخلت عن أكثر من عشر قواعد عسكرية عراقية بداخل العراق نجد بأن عدد القوات الأمريكية انخفض كثيرا وصل إلى حدود 2500 جندي أمريكي كذلك انخفض عدد قواتنا في سوريا لذلك يبدو بأن هذا الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة في في المنطقة قد يسده عدة عدة دول قد تسده عدة دول منها مثلا العراق يزداد نفوذها إيران عفوا يزداد نفوذها في العراق إيران تمول وتسلح وتدرب ميليشيات هي جزء من الحجد الشعبي ولكنها بالفعل تتدقى التدريبات تتلقى الأشياء العسكرية الأوامر العسكرية ليس من الجيش العراقي ولكن من القيادات الإيرانية هذه الميليشيات هي التي تشكل تهديدا لأمن العراق ونجد ذلك التهديد على الصعيد الاقتصادي الذي يتدهور رويدا رويدا في العراق العراق تعتمد على الدخل من البترول 95% من دخل العراق هو من البترول ولكن انخفض السعر لما كان 100 دولار كانت العراق في وضع ممتاز جدا ولكن اليوم وصل إلى حدود 40-45 دولار هذا لا يكفي لتغطية رواتب الموظفين مثلا ولذلك وجدنا بأن القيادة العراقية طلبت مساعدات من تركيا ولبت تركيا هذا الطلب كذلك يوجد تهديد أمني في العراق ونرى ذلك من خلال القتلة التي نسمع عنهم تقريبا كل يوم في العراق هذه أمور تشير إلى تدهور الوضع الأمني أيضا في العراق نعم أنتقل إلى ضيفي السيد ضافر العاني عضو مجلس نواب العراقي عبر الهاتف أهلا بك سيد ضافر والبداية اليوم الحكومة العراقية قد تكون بين أطراف متنازعة إيران والولايات المتحدة خاصة في المنطقة ما هو دور مجلس النواب في التشريع للقوانين التي تعاقب كل من يتدخل في هذا الصراع الإقليمي اليوم خلينا خلينا أقول لك أنه ابتداء أنه يعني دائمنا على أنه إيران دائما تستغل ما يسمى بالفترة الانتقالية في الرئاسات الأمريكية واستغلالها كثغرات القيام بأعمال أمنية وعسكرية كوسائل كوسائل برض في صراحة مع أمريكا نتذكر هذا الموضوع حتى مع أزمة الرهاد الأمريكان في عام تسعة وسرعين التي كانت أيضا مرحلة انتقال ما بين الرئيس الأمريكي كاغتر والرئيس بوش وتغلت فيها هذه الفترة الانتقالية للقيام بالهجوم على السفارة الأمريكية في باران واحتجال العشرات من الدبلوماتيين الأمريكان الأمريكان خضرة سابقة في استغلال إيران للفترات الأش في الرئاسة الأمريكية وأنا أعتقد أن هذا الاستعراض العسكري تستخدمه للولايات المتحدة هو ببهار القوة استعراض عضلاتها من إيران في أنها فيما لو قامت بعمل عسكري مباشر ضد المصالح الأمريكية فإنها ستلقى عقابة شديدة ولا شك أن الصواريخ البارح التي كانت موجهة من السفارة الأمريكية كانت موجهة بتعليمات إيرانية لا يمكن لأحد أن يطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية وعلى المصالح الأمريكية بدون أن يكون ذلك بتوجيه من الحرس الثور الإيراني وفي الأخ الخدس بشكل مباشر هذا يسمق عن سواء كانت التفريحات التي صدرت من إيران وهي تندد أو التنددات التي صدرت من الميليشيات في العراق وهي تحاول أن تنى بنفسها عن هذا العمل الإرهابي وأنا أعتقد أنه مجلس النواب يعني عدنا إلى سؤال جنابه يعني مجلس النواب يراقب هذا الموضوع ووضح للحكومة أن توصيل بأن هذه أعمال خارج عن القانون ليس كافيا وأن هو عمل إرهابي وما تداركه السيد رئيس الوزراء بلصفه اليوم لما حصل أنه عمل إرهابي الموصف في الأمور أنه من السهل دائما على الحكومة أن تنقل قوة أو تعتقل الضباط المسؤولين عن الأمل في هذه المنطقة ولكن ليس من السهل عليها أن توضع الأرهابيين هؤلاء الميليشيات السجد جربت أكثر من مرة ولكن كانت يعني الضحية الأسهل بالقسبة له هو معاقبة العسكريين في حين أنها كانت عاجلة عن الزج الأرهابيين أو هذه الميليشيات في السجون نعمل أن هذه المرة أن السيد الكارومي يأخذ ب قرار حازم في مواجهة هذه الميليشيات التي لم يعد استهتارها بالوضع الأمني وبيهيبة الدولة وسيادتها لم يعد مقبولا أبدا نعم طيب سيد ضافر لو سمعت سيد ضافر يعني الدولة العراقية تعتبر أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية عمل إرهابي وغير مغفور كما تفضلت يتم غالبا محاسبة الضباط المسؤولين عن أمن هذه المنطقة ويفلت الإرهابيون من العقاب طيب هل هدف هؤلاء الإرهابيين إحراج الحكومة العراقية ولربما الزج بالعراق في صراع هو بغنى عنه أصلا لأنه لديه الكثير من الصراعات الداخلية التي يجب أن يحلها يعني الأرهابيين وأنا أتحدث هنا تحديدا حول الميليشيات هؤلاء يعني يتفرقون بشكل أهم وعلى أيضا المهم بالنسبة لديه تعيبة العراق في عادته أمن والمهم أنهم ينبجدون وتتعلق أنهم ليسوا أكثر من أدوات إيرانية في تزوية خلافات خارجية سواء كان على الساحة العراقية على الساحة اليمنية على الساحة اللبنانية في سوريا في غيرها من الأمراكس هم ليسوا إلا أدوات أو كما يقال مخلب القض أو النمر الإيراني أنا أعتقد أنه حال الوقت لأن تتخذ الحكومة إجراءات رادعة حقيقية لمعاقبة هؤلاء عدم معاقبتهم أو النصيحة التي قالها أحد قادة الميليشيات أنه على الحكومة تغلس وأنه يعني تدير ظهرها لهذه الأعمال العسكرية أنه أظن الاشتماع لمثل هذه النصيح يعني مهين جدا بحق في هذا العراق سمعة العراق الدولية الدول صحيح دول العالم أنه يعني لا تعتبر أنه هذه الأعمال العسكرية التي تجري على الأرض العراقية مع أعمال عراقية ولكنها يعني وإنما هي أعمال إيرانية ولكن هذا لا يكفي يعني يعني سيقال أن العراق مسلوب الإيرادة وأن العراق يعتبر ساحة ملحقة بإيران وأنه ليس أكثر كما يقال من ضيعة إيرانية تستطيع أن تستخدمها لرمي نفاياتها وهذا أمر يعني لا يليف بالعراق لا بحكومته لا بتحريخه لا بحوارته لا بشعبه لا بأبنه ولا سفراره تختار العراق بكون كيس رمول الذي يمنع عن إيران أي هجوم أعتقد أنه هذا الدور ينبغي أن ينتهي الآن أشكرك أشكرك جزيلا شكر سيد بدرزيدي عضو لجنة الأمن شكرا أو عذرا سيد ظافر العاني عضو مجلس النواب العراقي عذرني سيد ظافر شكرا لوجودك معنا نعم أنتقل هنا إلى سيد جابرييل سيد جابرييل يعني كثيرا ما يقولون المحللين السياسيين أن الولايات المتحدة تلوح باستخدام القوة ضد إيران لكنها لا تقوم باستخدام أي نوع من وسائل الردع بالقوة يعني إيران هي ضربت قاعدة عين الأسد في الأنبار عندما تم اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بالتالي الولايات المتحدة لم تود اليوم بعد وجود الغواصة والطرادات والقوة العسكرية هل تتوقع أن يكون هناك رد للولايات المتحدة بالقوة؟ علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الرئيس ترامب لا يريد استعمال القوة ضد أي بلد ما لم يقوم ذلك البلد بمساء العسكرية ضد قواتنا أو ضد السفارة أتذكر ذلك جيداً عندما كان الرئيس مرشحاً سنة 2015 و2016 للرئاسة كان يعد الناخب الأمريكي بأنه لن يقوم بحروب في الشرق الأوسط لا فائدة منها وهذه كانت سياسته استبدل الحل العسكري بالعقوبات الاقتصادية ووجدنا بأنه في خلال الأربع سنوات الماضية وضع عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران ويبدو أن هذه العقوبات تفعل فعلها في إيران اليوم العملة الإيرانية انخفضت بشكل هائل الاقتصاد الإيراني تقريباً مدمر التصدير النفط انخفض بشكل هائل يعني 150-200 ألف برميل قارنها بمليونين ونصف برميل في اليوم لذلك لا داعي لاستعمال القوة ما نجده اليوم الآن من الغواصة النووية ومن الطائرات البي 52 ومن البوارج الحربية في الخليج يدل على أن الرئيس هو حاضر لاستعمال القوة ضد إيران إذا ما قامت إيران بأي عمل عسكري يهدد مصالحنا لذلك تجد هذه المعدات العسكرية متواجدة في المنطقة نعم أعود إلى سيد بدر الزيدي سيد بدر هذه التوترات السياسية التي تحيق بالعراق كما ترى تؤثر بشكل سلبي وبشكل سيء على الاقتصاد العراقي هل تعتقد بأنه من المحتمل فرض عقوبات اقتصادية أو ربما سياسية على العراق عقوبات إضافية على العراق في حال فشلت الحكومة العراقية في حماية ومنع هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية نعم طبعا كل شيء متوقع يعني مسؤولية الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية ولكن للأسف طبعا تكررت هذه العمليات ولم تستطيع الحكومة القيام بواجباتها بصورة صحيحة لأن تكرار القصف اليوم على البعثات الدبلوماسية وعلى المنطقة الخضراء وعلى المدنيين يعني وتظهر الحكومة بالشجب يجب عليها أن تقوم بدور كبير ويجب أن يكون استنفار للقطاعات العسكرية الموجودة في بغداد لأن للأسف هناك طوق أمني تم توزيع القطاعات العسكرية على شكل مربعات لكن هناك خرق السهل يظهر بين فترة واخرى وهذا تتحمل الحكومة والقيادة الأمنية الموجودة في المنطقة لأنه إذا تكررت هذه العمليات أكيد سوف يكون هناك رد طبعا لأنه البعثات الدبلوماسية إذا لم تستطيع الحكومة العراقية حماية هذه البعثات أكيد هذه الدول تستطيع الدفاع عن نفسها وبالتالي نعطي فرصة للتدخل بشأن العراقي الداخلي وأكيد نحن اليوم الوضع الاقتصادي صعب في العراق فبالتالي نعطي فرصة لولايات المتحدة الأمريكية بالتقراض كثير من الإجراءات ضد هذه الأعمال التي تقوم بها وهي مجهولة للأسف يعني نحن حتى الحكومة العراقية لم تعلن الجهة التي قامت بهذه الأعمال لأنه نرى اليوم كل القوى شجبت هذا الموضوع إذن من أين أتت هذه الصواريخ وأطلقت على المنطقة الخضراء يجب أن يكون هناك دور أكبر للحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والعمليات المشتركة في بغداد حتى نقطع الطريق على الذين يريدون جر العراق إلى لعبة المحاور لأن تعلمون هناك الشد وجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل الضغط النووي أو الاتفاق النووي فأكيد يكون هناك ضغط عليها نحن لا نريد أن نتدخل أو أن يكون ساحة للدولتين فبالتالي يجب ضبط النفس ويجب على قوات الأمنية أن تقوم بواجباتها بصورة صحيحة وتلقي القبض على أي قوة أو أي جماعة تقوم بإطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء أو على البثات الدمونامسية لأن عملية التكرار مرة أخرى يعني معناها العراء غير قادر على حفظ الأمن وبالتالي نعطي فرصة لتدخل الداخلية ويجوز حتى نزول قوات لحماية هذه البحثات الدبلوماسية أشكرك جزيلا شكر السيد بدر الزياد عضو لجنة الأمن وأكل شكر لسيد جابريل سومة المستشار السياسي شكرا جزيلا لكم البلدية أمانة بغداد أو المحافظات الضرايب كل تمين صيدلي يصعد الأسعار وبالتالي الصيدلي أصبحت يعني اليوم عندي في نقارة صيدلي كثير من الصيدلي يلغون صيدلياتهم لأن أصبح مشروع وجود صيدلي أو ممارسة مهنة الصيدلي في العراق هي خسارة نتيجة هذه المضاربات أقدر أقول لكم رقم كل شعالي من الأدوية المهربة لأن المنافذ الحدودية مدى تضبطها الدولة هنا بها خطرين خطر على الصحة العامة لأن مجاعة تضبطها ومن يدري شنو هذه الأدوية التي تجينا وبنفس الوقت إذا كانت مهربة معنات الضرائب ما رح تنخذ عليها وبالتالي أيضا الدولة خسرانة فالمواطن والدولة وصيدلي خسرانها نتيجة حدام المنافذ الحدودية موسيقى 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 اتهوا الآخرين رئيس التركي عدل القميص مرئيس وزارة نعم رئيس التركي صديقي صديق شخصي شعف صديق قديم وعدل القميص موسيقى 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 خشية انكشاف عورتهم الانتخابية هاجموا الحكومة يقول الكاظمي بدل الاهتمام بالمنحة التركية انشغلوا بقميص موسيقى موسيقى صوت مجلس الوزراء العراقي على مسودة موازنة عام 2021 بقيمة 150 تريليون دينار عراقي أي معادل 103 مليارات دولار بعجس يتوقع أن يبلغ 63 تريليون دينار أي ما يساوي 43 مليار دولار وظهرت وثيقة أن مسودة موازنة عام 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولار للبرميل وصادرات متوقعة للخام قدرها 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا وبضمنها 250 ألف برميل يوميا من قليم كردستان فأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم أن الحكومة تطبقت الورقة البيضاء في موازنة 2021 مشيرا إلى أن هدف الحكومة بهذه الورقة هو الإصلاح ومعالجة التاركة الاقتصادية السابقة وأكد أنها حرصت على حماية الشرائح الهشة في المجتمع العراقي وربما قست على رواتب الدرجات العليا كما تعلمون الآن نسبها التي بلغت 40% من الرئاسات و30% بالنسبة للوزراء والنواب و25% بالنسبة للمدراء العامين ولم تتعد خط 8% لمجمل رواتب الموظفين الاعتيادي هذا فقط للتذكير بأن هدف الحكومة ورؤيتها في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي ونحن ورثنا تاركة سياسات اقتصادية سابقة علينا أن نعالجها وبدأنا بعلاجها مع الورقة البيضاء ورؤيتها التي طبقناها في الموازنة التي صوتنا عليها ليلة أمس أبلغ رئيس تحالف عراقيون عمر الحكيم السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر موقفه الرافض لاستهداف البعثة الدبنوسية مطالبا الحكومة بحمايتها كجزء من احترام دولة العراقية وأجدد الحكيم خلال لقائه تولر ضرورة دعم العراق لخروجه من أزماته مضيفا أن الانتخابات المبكرة وسيلة لتحقيق الإصلاح مع ضرورة توفير الأمن الانتخابي لاستعادة ثقة بين الجمهور والعملية السياسية حذر شريف علي بن الحسين من أن العدى التنازلي لانهيار النظام السياسي في العراق بدأ بسبب الأزمة الاقتصادية التي قد تؤدي إلى الإضراب العام واحتلال مباني حكومية وبالتالي قرب أغلب القيادات السياسية خارج العراق قال شريف علي في برنامج لعبة الكراسي إن الكارثة قادمة لا محال بالرغم من كل الإجراءات المتخذة إذا يصبح أن النظام السياسي لا يستطيع أن يدفع رواتب أقول هذا مخطط هذا تخريب هذا تهديم هذا فشل هذا فساد هذا النظام صار game over لعب انتهت عدد تنازلي نحن دخلنا في العدد تنازلي هو مخطط هذا بينه بينك بينه بينك بينه بينك وخمسة مليون متفرمج بينه بينك هذا مخطط أنا برأيي لا مو مخطط أنا برأيي أنه النظام السياسي ما قادر فشل وما قادر يضمن قوة اليومية للموظف هذا الموظف لما بنت صغيرة تريد دواء ما يقدر يجيب لها دواء لما ابنه يريد غداء ماكو غداء ما توقع أن النظام السياسي سينهار بعد خمسة شهر أو ستة شهر أتوقع الأزمة الاقتصادية تسير بعد أربع خمسة شهر وانهيار النظام قبل نهاية الصيف ممكن نسير قبل نهاية السنة قبل نهاية الصيف قبل نهاية السنة هي أول تالي يمكن قبل نهاية هالسنة يعني يعني واحد ما يعرف يعني الظروف هل قد سيئة في البلد شن البديل إذا انهار نظام السياسي الديمقراطي هسان جايك لديك معلومة بداخلك يعني الملايين من الموظفين اللي راح يحتلوا الوزارات ويصير اضراب عام هذا يتحول إلى حركة سياسية شعبية ويبتدوا يلقون اللوم على السياسيين على القيادات السياسية ويبتدوا يحرقوا المكاتب والمكاتب والمكاتب والمقارات السياسية وكل واحد منهم من القيادات السياسية يركبون طائراتهم الخاصة هذا صار يركبون طائراتهم الخاصة ويشردون ويصير فراغ سياسي الانتفاضة لن تموت باستشهاد صلاح العراقي اكشف القتل واكبحوا جماعات الكواتم تقول عائلة الشهيد وجهت عائلة الشهيد صلاح العراقي نداء إلى السلطات العراقية كافة وإلى الجهات الأمنية غير المخترقة تطالبها بالكشف عن هوية قتالة الشاب الذي أمضى عاما كاملا في ساحة التحرير قبل اغتياله بالكواتم وأكدت عائلة الشهيد الذي اغتيل في منطقة بغداد الجديدة قبل أيام أن الانتفاضة لن تموت وأن استشهاد صلاح العراقي سيفجر غضبا لا زال قبل محاكمة القتلة الجهات الأمنية الشريفة اللي هي عراقية بحثة مو مخترقة لأنها مخترقة وهذه المخترقة هي اللي قاعدة تلعب بالعراقي يمن أو يسرع الريد الشرفاء اللي هم بالجهات الأمنية كافة ينتبهون على هذا لأنه العراق في هاوية وراح ثور ثورة ترى والله العظيم مثل قولنا في سكو لأن العراق العراق انتهى من الضيه من الفقر والنوبة الدولار اللي تتلاعبون يمنى ويسرع وبعدين تجون تقتل أو لا هو هسعوك أمان العراق انباع أصحوا يا عراقي أصحوا 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 بجهة هذه الحكومة بجهة هذا أولاد الزنق أريد أقولها عني ابني التم لأربعة ليش ليش سوه وفت المن ورفض وجهه وشيوخ عشائر شمر في بغداد الرد على الدم بالدم والمطالبة بفدية مقابل اغتيال أب لثلاثة أطفال مشددين على ضرورة أن يأخذ القضاء مجرع العادل قالوا شاركونا في حفل تأبين شاب شهيد إن الغضب يتراكم لدى أهل شهداء ما ينظر بانتفاضة أكبر من سابقتها هدفنا وغايتنا التغيير ما نريد رتا ريت تغيير غايتنا التغيير صناعتنا انتهت صراعتنا انتهت مستشفياتنا انتهت مستقبل أبنان انتهت شو اللي بقى عليه عدنا احنا كل شو ما بقى عدنا يعني كل المسؤولين اللي طلعوا بالتلفزيون مميزة التطورة لليوم يقولون الموازن انتهت عفوا الشعب عفوا الدولة خلنا نشكل حكومة يعني اربعين مليون عراقي ما نقدر نخلي لنا 200 واحد يحكمون بلد بلد مو عاجز عدنا كفاء عدنا قضاء عدنا أساتفل عدنا خريجين حمال ومعجل احترام من الحمال حمال يبقى يلزم خزينة في العراق يحول العراقيين من حفاظ إلى غير بعد كافة اللي يعني نموت خل نموت يجيك واحد يقول لك والله سادة ابو الحزب يشوف أضح مدوطك يطلقه مو لا أنا قابل أنضرب مو طلقه قابل أموت من أجل أن أرحل هذا الجيل المستقبل هذا شنو ذنبه هذا شنو ذنبه بعد عشر سنوات وين يروح بيوم التعاتي ضيح إحنا تحداث سكاننا اليوم أربعين مليون بالسنة إذا مرد نزود نزودنا مليون ونصف عال مليون ونصف وين تروح بالسنة؟ أجالنا وين تروح وين تنطوه جهة؟ عالي شهد من عندك المجال أنطيكية مو مساعة لا أنطيكية سنة أوص الرسالة للي يحسون على المتظاهرين باوا عليها البعض من العراقيين يقول لك لا حياته لمن تنادي لا تدري الله شي يقول سبحانه عز وجل مرم كتابه ويقول إن لم تستطع المسلم الحقيقي إن لم تستطع بيدك بلسانك أضعف الإيمان بقلبك عادت عمليات استهداف الناشطين من جديد لا سيما في ذيقار بعد أن استهدف مسلحون مجهولون منزلين ناشطين اثنين في تظاهرات الحبوب بعبوات ناسفة ما أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل خسائر بشرية وقال ناشطون أن عبوة استهدفت منزل أحد الناشطين في التظاهرات بمنطقة الشرقية في الناصرية مساء الاثنين تسببت بأضرار في المنزل مضيفا أن عبوة ثانية استهدفت منزل ناشط آخر في قضاء دواي ولم تسفر عن أضرار بشرية سوى وجهة المنزل فقط إلى ذلك قطع العشرة من أهالي مناطق خلف السريع في الناصرية طريقة السريع بالإطارات المحترقة لساعات عدة احتجاجا على سوء الخدمات والإهمال الحكومي مما سبب إرباكا في حركة سير المركبات قال متظاهرون أنهم قطعوا الطريق احتجاجا على عدم استجابة الحكومة المحلية لهم بتوفير الخدمة وفي مقدمتها تعبيض الطرق وإكساؤها في تلك المناطق إضافة إلى تغيير مشاريعهم إلى مناطق أخرى في قضاء الناصرية بسبب التدخلات وتصعدت في ذيقار حدة الصراع الإداري على منصب إيقاء مقام قضاء الرفاع بعد ورود أنباء عنية السلطات المحلية والاتحادية إعفاء مقام الحالي من منصبه وتتداخل العوامل العشائرية والحزبية في تشكيل معادلة المناصب في ذيقار في إضافة إلى معايير أخرى يسردها تقرير غزوان الغزي صراع إداري شعبي محلي في قضاء الرفاع شمال الناصرية على إدارة القضاء على خلفية تسريبات تتحدث عن عزم حكومة ذيقار إعفاء القائم مقام الحالي وتكليف آخر تلاها احتجاجات وتظاهرات تطالب ببقائه بالمنصب 17 سنة من الخراب 17 سنة من الدمار 17 سنة من الفساد لحقت بالمدينة جعلتها إلى مدينة متهرئة مدينة خريبة سيد كاظم جاء بفترة وجيزة هي 6 شهر الماضية 6 شهر الماضية قلبت موازين المدينة لمسنا خدمات لمسنا انجازات واقعية حقيقية على الشارع مواطنون أبدو استياءهم من صلاعات كهذه مطالبين بالاشتفات لخدمات التي توفر جزءا منها مؤخرا بدلا عن سياسة لي الأدرع بالرغم أنه تتميز بها القضاء من شركة بيترا وناس لكن كل الأموال التي انصرفت للمحافظة والقضاء لا نرى شيء من المصبب الواقع نحب نوجه صوتنا ومناشدتنا للناس التي تنقل الصورة بأمان وبأخراس أنه لا نقبل أي مساومة سياسية لزاودة حزبية على صالح هذا الرجل الصراع لم يقب عيدا عن ملف تقاصل النخول بين الكتل السياسية على أصغر المناصب وأكبرها ما عزز غريزة التكالب على إدارته من ذقار غزبان الغزي الشرقي نيوز اتهاوا الآخرين رئيس التركي عدل القميص مرئيس وزراء نعم رئيس التركي صديقي صديق شخصي شعف صديق قديم ماذا المشكلة؟ هذه المشكلة بالعراق القميص دولة خمسة مليار خشية انكشاف عورتهم الانتخابية هاجموا الحكومة يقول الكاظمي بدل الاهتمام بالمنحات التركية انشغلوا بقميصي حول ملف الانتخابات في حصدنا لهذه الليلة معنى سياسي العراقي محمد العقالي وعبر الهاتف سياسي أو المحلل السياسية سيد أحمد الأبيض أهلا بضيفين كريمين والبداية مع سيد محمد العقالي سيد محمد يعني رئيس الوزراء اليوم أو قال سابقا هناك من يخاف من نتائج الانتخابات لكي لا تنكشف عورته السياسية الكبيرة بالتالي من يقصد رئيس الوزراء؟ هل يقصد بشكل عام الكتل الكبيرة اليوم التي تسيطر على البرلمان؟ أم أنه يقصد بشكل عام أن بعض النواب في هذه الكتل الذين يعارضون أي تشكيل الانتخابات؟ أي قوانين للانتخابات؟ شكرا جزيلا سيد حسام على هذه الاستضافة تحييي لك وإلى ست آلاء وإلى جمهور قناتكم الموقعة يعني بالتأكيد حمى الانتخابات تنتقل سريعا ومقدما على جميع التوقيتات لأن السباق الانتخابي الحمى الانتخابية لها تداعيات وتأثير على الوضع العام بصورة عامة فبالتالي الكتل السياسية أو من يريد أن يدخل ميدان ومضمار الانتخابات يحاول وبشدة الوسائل أن يغطي على النقاط الهشة نقاط الضعف التي لديه ويحاول أن يكسب الجولة ويخرج بأقل الخسار فبالتالي هذا نعكس على موضوعة الاستهداف السياسي من قبل كتل سياسية إلى أي إجراءات حكومية تتخذ من قبل الحكومة فبالتالي استطيع التعبير ووصف العراق بأنه قدر ضغط يغلي وهذا القدر لربما فقط أن يفتح منه فتحة صغيرة سوف يحرق البخار قبل أن يحرق الماء الذي سوف يكون خارج القدر فبالتالي وضع العراق بالمعالجة نتيجة هذا الغليان فبالتالي بعض الكتل السياسية وبعض المترصدين إلى حركات الحكومة يحاولون تعظيم بعض الخطوات التي هي أولية باتجاه إصلاح معين باتجاه إجراءات معينة فبالتالي هذا لا يكون مدعاة إلى حالة البناء أو حالة النقد البناء أو حالة الترميم أو حالة الأصلاح بصورة عامة لا بد أن تعطى الحكومة المساحة الكافية للإعراب والأفصاح عن خطواتها الجدية يعني ننتقل من حالة التنظير من حالة الإنشاء من حالة الكلام إلى الميدان العملي الكتل السياسية المتخذة من السوشال ميديا والميديا كمنصات إلى التسقيط السياسي إلى محاولة إرباكة المشهد العراقي أكثر مما هو عليه الآن فتتأخذ من هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة يعني الحكومة لا يوجد خطوة أو إجراء في أي عملية في أي بروسس أن تكون هي ناجح مئة بالمئة لا بد أن تكون هناك نسبة خطأ نسبة فشل معين لكن لا بد أن تكون هناك نتائج هذه النتائج يفترض أن تبنى الكتل السياسية ليس لديها القدرة وليس لها الإمكانية وليس لديها ما يمتعها أن تبني على النجاحات النسبية وإن كانت أقل من النصف لكن هناك معاول تهديم إلى الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لهذا التسقيط السياسي وهذا التسقيط السياسي ليس كما حصل في مشهد اليوم هناك مشاهد للتسقيط كانت في الفترة السابقة لكن الحكومة العراقية الحالية هي جادة بإجراءات نوعية مثلا ما حدث في الناصرية تم إيكال الأمر إلى السيد مستشار الأمن القوم الأعرجي وكانت هناك جولات مستمرة وسفر مستمر وإقامة مستمرة إلى أن كان هناك استثباب للأمن بنسبة كبيرة شهد لها الجميع فلماذا لا نعطي الفرصة إلى المنهاج الحكومي إلى الأجزة الحكومية أن تأخذ مساحتها بالعمل وأن كانت هناك خطوات الأولى صعبة لكن هي ليست بالمستحيلة الخطوات من الممكن إذا كانت صحيحة تتبعها خطوات باعتقادي سوف تكون صحيحة لكن هذه الحالة الصحيحة يبدو أنها غير مرغوبة أو غير مقبولة لدى بعض الكتر السياسية التي تتخذ من الوضع السياسي المربك أن تتخذ مساحات في الانتخابات القادمة سيد محمد أرحب بك وأعذرني على مقاطعتك ولكن أود أن نشرك السيد أحمد الأبيض المحلل والسياسي العراقي في هذا الحوار الشيق أهلا بك سيد أحمد الأبيض الآن الخوف ليس فقط من السلاح الخوف الأكبر من المال السياسي الذي يستخدم وبدأ يستخدم مبكرا في تغيير مجرى الانتخابات ونتائجها وهذا تزوير مسبق لانتخابات يود العراقيون أن تكون انتخابات نزيهة هل يمكن إيقاف هذا التزوير وإيقاف هذا التلعب مبكرا للذهاب باتجاه انتخابات نزيهة ومرضية للعراقيين نبدأ الحقيقة حتى نتسعد على التقيم ونذهب إلى التقييم الموضوعي الحكومة هذه حتى جاءت من رحم الأحزاب نعم هذه عن كل ما يشاء والقوة المنشاوية المتسلطة على العراق والتي دبحت الشباب العراقي والتي تريد اليوم أن تصادل شعارات كبرى الحقيقة منها كانت تتغذر بالمقاومة ومشابها وذلك لاحظنا ما حصل بعد صف التفارة الكنة ذعى ثوبه وبدأ يتملك إلى الأمريكان خوفاً قادم الذي هو سوف يأتي ثانياً ثورة تشريل لم تنتهي وما حصل في ذي قارك بردني عما زيارة السيد مسشار الأمن وقومي فهي تجدلت في جانب آخر بالتاريخ سوف يكشف ذلك عندما تذهب عساكر الدولة وتطارد الشباب وهذه الحكومة التي وطلت بدماء الشباب ثالثة يعني الحكومة تعرف من هو الفاسس واليوم الصراعة هذا كل اللي تم نقاش عن المستوى الاقتصادي وما شابه ذلك ستاين يقتصلكها بكلمة فرعباً كتلكين سياسيين كبيرتين وأنا عندي استعدادة سنيهم لكن حفاظاً على قناتكم وعلى جمهوركم وعلى منتسبيكم لأن هؤلاء قتلة يطاردون كل الإعلام الحر ثلثين سياسيين أحد الكتك كانوا تدير البنج المركزي جم أغم المنصف هذا وعطيه الأخرى حصل ما حصل وأصحاب المطارف الذين تاهموا بسرقة العراق لا أقول كلهم ولكن جلهم 90-95% من أصحاب المطارف هم صراف المال العراقي هم مهربين هم واجهات هذا سدي لي علي الكلام وأنا عندي استعدادة واجههم قضائياً وقانونياً لأن هذا شعب العراق وأنا شعبنا وبالتالي ذائينا من المزايدات هذا المال السياسي الآن الفارس بسعر الصرف هو لغرض تحشيد الانتخابات ظناً منهم أنه المال سوف ينجيهم من العقاب ولكن والنقطة الأخيرة والثالثة بالنسبة لي عتلي كبيراً على الشعب العراقي لا أقول على الشباب العراقي على هذا الجيل الذي يستجدي مرتبه من الدولة وبالتالي هذه الدولة اليوم ركعته في هذا المرتب عن طريق زيادة سعر الصرف عن طريق زيادة سعر أسعار البوانزين عن طريق تخليل مخصصات ينتبه وزيادة الضرائب هذا كله هو سياسة خيركية الحقيقة ولا زال الشعب نائم ينتظر هذا هو المخطط السياسي اللي جاءت به الاتحاد الأمريكا وجاءت به هذه الطبقة السياسية من عام 23 إلى اليوم هذا النظام السياسي بائز نظام عائلة للسقوط مجرد حركة صغيرة سوف تظهر لأن الشرعية من الدولية سوف ينتهي هذا النظام هذا ليس تنظير وذلك قلنا اعتقد أنها انتهت هو واهم في صفحات سيد أحمد أود أن ننتقل إلى سيد محمد العقيري سيد محمد كما تفضل سيد أحمد أن هناك فرق وتلاعب بالمال بمعنى هناك انتخابات قد تكون نزيهة لكن بمال سياسي فاسد يستخدمهم بعض السياسيين لكي يتلاعبوا بنتائج الانتخابات وقد تكون شراء أصوات وما شابه ذلك هل تتوقع أن الانتخابات القادمة ستكون بتغيير كبير رغم وجود المال السياسي أم أن المال السياسي سينتصر على كل التغييرات الموجودة أو المؤملة في الشارع طبعاً تحياتي إلى الأخ والصديق أحمد الأبيض طبعاً المال السياسي العبدور مباشر بتغيير النتائج وتغيير حقائق المجريات الانتخابية في أي انتخابات هناك مال سياسي لكن الانتخابات المقبلة سوف يكون المال السياسي هو ذات تأثير مباشر أكثر مما غير في الانتخابات السابقة لأن القانون للانتخابات المقبلة سوف يكون وفق الدوائر الصغيرة التي أصغر مما كانت عليه فبالتالي المال سوف يتركز في مناطق محددة مناطق معلومة وهناك سباق محموم من قبل الكتل السياسية للسيطرة على مراكز الانتخابات سيطرة على مقدرات الناخبين على العملية الانتخابية بصورة عامة فبالتالي المال السياسي سوف يلعب دور مباشر أما مصادر هذا المال هو ليس فقط من المال العراقي الداخلي هناك دول إقليمية سوف تذهب باتجاه دعم قوائم ودعم أسماء ودعم كتل سياسية وأوى أحزاب سوف يكون المال السياسي لعب أساس في هذا المجال القضية الأخرى النتائج بتقديري سوف لن تتغير الخارطة السياسية الناتجة من الانتخابات المقبلة سوى كانت مبكرة أو غير مبكرة وأنا بتقديري سوف لن تكون هناك انتخابات مبكرة في الشهر السادس لربما سوف يكون يعني دفعها إلى الشهر العاشر من سنة واحد وعشرين أو دفعها أكثر وبما أنه سوف يعني تتأجل أنا أعتقد سوف تأجيل يتبع تأجيل آخر لأن المشهد هو يعني مسيطر عليها من قبل كتل سياسي أي القرار السياسي داخل قبة البرلمان آلاء هو مسيطر عليها من ذات الكتل التي هي لديها صراعات الخارطة السياسية القادمة سوف تكون من ذات النسيج السياسي لكن سوف يكون تغير نسبي هذا التغير نسبي سوف لن يضيف شيئا إلى المعادلة السياسية المقبلة فبالتالي ذات الكتل التي هي كانت متنافسة سابقا هي لا زالت متمسكة بالحالة التنظيمية أما الكتل الناشئة الجديدة التي خرجت من ساحات التظاهر نعم هي أصوات جديدة أسماء جديدة لكن ليست لديها الإمكانيات والقدرة كما تمتلكها الكتل السياسية فبالتالي وقت الانتخابات القصير هو لن يسعف الأسماء الجديدة الكتلة الجديدة التي من المؤمول عليها ثانيا العفو نعم أذرني ولكن دعني أنطلق من نقطتك التي ذكرتها حول إمكانية تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة وأتوجه بسؤال إلى سيد أحمد الأبيض سيد أحمد يعني تحذيرات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع من هذا المال السياسي محاولات التزوير شراء أذمم زرع من يشتري الأصوات وأذمم هل تعتقد بأن الأجواء الآن جاهزة للانتخابات المبكرة أم أنها ستؤجل كما تنبأ سيد محمد العقلي أو لربما تلغى أو لا تحصل أساسا طبعا خلينا أضيط لذكر الأخ محمد كلام آخر وليس فقط البيع والشراء في الورع السياسي في المشهد السياسي يتعلق فقط في مجلس النيابي وغيره وما شابه ذلك في المناطب الدولة ولكن بيع الشراء أصبح للإنسان بقلاق الحقيقة نعم ليس لديناه لا نجمل الصورة هذا واقع ورثنا أن نصبع 11 سنة من تراكم من فساد كثير جدا وخطير فسؤولية السيد رئيس الوزراء أن يصالح الشعب العراقي سوف يتورط حقيقة بكثير من القضايا هذه القوة السياسية جاءت به تنكيلا به وأنا ذكرت هذا في أول يوم شخصيا من خلاص لاتكم له عندما نصب ثلث هذا التحايل الإيراني الفارسي العميق جدا حقيقة يريد أن يقول لأمريكا أنتم جئتم بهذه المعادلة خرجتم معادل عبد المهلي وجئتم بالكاظمي هذا الكاظمي سوف نقعد به ما نريد الحقيقة هو الرجل يحاول ولكن من يستطيع أنا أقول لك لا انتخابات ولا محاسبة قتلة ولا حظي هذا الهيار الاقتصادي هناك الهيار الاقتصادي في البند وليس مالي فكفارت غدا برجل أكاديمي يجب أن يميز ما بين الهيار الاقتصادي وما بين الهيار المنظومة المالية هنا هذا فائل الحكومة سعت من خلاله سيدا تحسن دخلها حتى تسد المرتبات ولكن هذا لم يحصل حيث لأنه حجب الفساد والزاد مع هذا الموروط أقصد هنا اليوم هذا سعر الصرف سوف يزيد الصرار والفاسدين وذكرتني كاني يجب على رئيس الدراء يفتح تحقيقات مباشرة من شخصه على أصحاب المصارف وكيف يطوموا بنقل العملة وتهريبها وكيف يتعاملوا مع دول وحتى مع جهات الرحالية وهناك تقارير في البرلمان ومن دواب قابل المرحل أنا أتحدث الآن عن مواثيق وليس عن تحليلات أو تتريبات هذا كله حقيقة أحتاج إلى ثورة أن ينتفض الإنسان من داخله عندما يتحمل المسؤولية أما محاولة اللأب وكسب الوقت حقيقة الوقت القادم لن يقوم في صالح أي جهة ولذلك ليس هناك انتخابات سمعينها من السبت الكريمة وهي سمع المشاهد عدة حوامل منها المحكمة الاتحادي التي تصادق على رسائل الانتخابات دستوريا أن أتحدث الآن النقطة الثانية حل الفرلمان في نيسان القادم طيب الإقراء الانتخابات في حزيران من عام 2021 وهذا لن يحصل القوة السياسية هذه الموجودة خائفة مرتجفة من المستقبل حتى وان زورت الانتخابات هي تعتقد أنها سوف لن تحصر حتى ما تريد هناك صراع داخلي وتحديدها في البيت الشيعي والبيت السني وكذلك البيت الكردي هذه القوة المتغانمة على السلطة تعرف الحقيقة تعرف نستمرارها بهذا المسلسل من القتل والترويع والتجويع للشعب العراقي سوف لن يغنيها عن ما هو قادم هذه هي حقيقة المشهد العراقي علينا أن نكون أكثر وضوحا وأكثر صراحة لكي نتخلق من هذه الطامة الكبرى التي سقطت على العراق منذ أكثر من 11 سنة أشكرك جزيلا شكرا السيد أحمد الأبيض المحلل والسياسي العراقي وكل الشكر لسيد محمد العقالي السياسي العراقي شكرا جزيلا لكما الانتفاضة لن تموت باستشهاد صلاح العراقي اكتشفوا القتل واكبحوا جماعات الكواتم تقول عائلة الشهيد ترزحت تورا طلعتونا من طورنا يعني كل أقل واحد هسا الفقير وين يروح وين يروح إذا صار كيلو التمن بـ 3000 دينار وين يروح ملمسة 1420 دينارا أسأر صرف الدولار تخنق العراقيين وتصاعد دعواتهم بإعلان الطوارئ عادت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العراق لترتفع مجددا أمام دينار قرب 142 ألف دينار بعد يومين من تحديد البنك المركزي العراقي سعره إلى الجمهور بـ 1470 دينارا لكل دولار وفي بغداد سجل سعر صرف الدولار 141.750 دينارا لكل 100 دولار وفي إقليم كردستان سجل 141.250 دينارا لكل 100 دولار في حين سجل في محافظات الجنوب 139.750 دينارا إلى ذلك دعا مواطنون في ديال الحكومة التي حادية إلى تغليض العقوبات على المضاربين بالسلع الغذائية الأساسية والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا بسبب تذبو طرف دولار يقول خبراء نلتقهم مرسلنا نهض الزيدي إن الحركة التجارية في الأسواق تراجعت بنحو 25% أن تركم الخسائر يجب إيجاد حلول فورية صرخات الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والكادحين في محافظة ديالا تعالت بعد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مواطنون اتهموا جهات وصفوها بالمنتفعة بإرباك السوق واستهداف قوتهم ومصادر دخلهم أثر علينا تأثير كبير جدا على السوق وأثر على المواد الغذائية بالخاص ونتكلم مو بس المواد الغذائية وإنما حتى الأدوية كلها تصعد بسبب الدولار ترزحتونا طلعتونا من طورنا يعني كل أقل واحد هسا الفقير وين يروح وين يروح في خمسة أيام قدرت نسبة تراجع شراء السلع والمواد الغذائية بعشرين بالمئة وسط مطالبات بإيجاد حلول عجلة من دون التأثير على قوت المواطن ومصدر دخله هذا الدولار يأثر على المواطن استهداف الفقير احنا هذا الشيء من ريده كان الدولار مية وخمسة وعشرين كان العالم كلها مستقر حسنا يريد الزوج ما يقدر الزوج الخطب تورط الذهب بثلث مية وخمسة وثمانين ما يقدر عمي هذا الشيء الفقير هو عيشته شغلات بسيطة فهذا الشيء ما يصير الركود يخيم على الأسواق والحركة التجارية شبه متوقفة وأصحاب المحل يقولون إن خسائر فادحة لحقت بهم للشرقية نيوز ناهض الزيدي محافظة ديالا في الرأي شجاعة فائقة وفي الخبر سرعة فائقة وفي الصورة دقة فائقة الشرقية نيوز اتش دي عبر الاريزات وعلى التردد عشرة ألاف وثمانمائة واثنان وتسعون بولارايزيشن هيروزنطل سيمبل ريت سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة اف اي سي خمسة على ستة الآن على تشرين على تشرين أن تقرأ حالة ومزاج الشارع العراقي الآن الشارع العراقي لا يستطيع أن يهضم فكرة الحزب وهي بصراحة نحكيها لا يستطيع فكرة أن يهضم فكرة التحزم والحزب لأنه مباشرة سيقول ما الذي جنيناه من الأحزاب على مدى سبعة عشرة سنة حتى من الممكن أن نعول على أحزاب تشرين لتدخل في العملية السياسية حتى جماهير الأحزاب هي لا تثق بأحزابها لكن تريد بديل مقنع حتى تتجه إليه وتعول وتعطيها الثقة للدخول بالعملية السياسية للتغيير الأحزاب والسلطة السياسية تريد أن تجر ثورة تشرين وتشرين وتؤسسها وتختزلها وتؤثرها بأحزاب سياسية وتدخلها ثم ومن ثم تدخلها في العملية السياسية وجزء من السلطة لكي تقول انظروا هذه تشرين الآن أصبحت جزء من الفشل وتلبسها ثوب العار هنا لندن الشرقية نيوز برؤية جديدة حالات التي حدثت في إحدى الوزارات السابقة إنه 15 شخص حازوا على الدكتورة وهم لا يملكون الإعدادية فحصلوا على استثناء من الوزير في حينها بأن يمنحوا يمتحنوا إعدادية بأثر رجعي هذا لا يحصل في القانون العالم هذا خلل بنيوي كبير أصاب المنظومة التعليمية لا بد أن يتم إعادة كاملة لهذا الأمر وترك وزارة التعليم العالي خارج ضوابط أو ضغوطات الهيئات البرلمان الأراقي أو حتى زعماء الكتل السياسية لا يوجد في تاريخ العالم قانون أن يأتي البرلمان ويأتي درجة الاستاذية لنوابه لا يوجد هكذا قانون الآن المعلومات أكثر من مئتيين نائب في البرلمان الأراقي قدم للحصول على شهادة عليا وهو نائب في البرلمان كيف يستطيع أن يجمع بين الدراسة وبين عمله كنائب في البرلمان هذه المجموعة بعد انتهاء دورته ستتحول إلى التدريس ربما في الجامعات الهيالية أو في الجامعات الحكومية في رسالة سلام إلى العراقيين بطرياك الكولدان في العراق والعالم لويساكو المسيحيون والمسلمون تجنب الخلافات وابن البلاد شدد بطرياك الكولدان في العراق والعالم لويس رافايل ساكو على أن المسيحيين والمسلمين أخوة في عائلة واحدة داعيا إلى ترك الخلافات والعمل على تقديم مصلحة العراق على أي اعتبارات والتكاتف للخروج من الأزمات ساكو حذر في رسالته سلام إلى العراقيين من أن العراق حاليا على مفترق طرق إما التحدي الأصعب فأما أن إعادة بناء العلاقات على أسس حميدة وبناء البلد على قواعد سليمة وأليس ترك ما وصفها بالعاصفة العارمة تؤدي بالعراقيين إلى الأسوأ داعيا إلى اغتينامي فرصة زيارة البابا فرنسيس للعراق في مطلع آذار المقبل بالإبداع في الاعداد والاستعداد لخير بلاد وينضم إلينا المطران تومى داود رئيس طائفة سريان الأرثوذوكس في المملكة المتحدة أهلا ومرحبا بك سيدنا كل عام وأنتم بخير عهد الله على المسيحيين وعلى العالم أجمع بخير وسلام قرب ميلاد السيد المسيح سيدنا يعني أود بداية أن نتحدث حول وضع المسيحيين في العراق مع قرب الاحتفالات بعيد الميلاد وأيضا مع هذه الجائحة يعني رسالة السلام التي يمنحونها سنويا رغم كل الظروف رسالة المحبة والسلام تبدأ من مسيحي العراق مساء الخير أهلا وسهلا شكرا جزيلا على الاستضافة وأيضا بدوري أقدم التهاني لكل المسيحيين ولكل العالم بصورة عامة بهذه الأيام المباركة عيد ميلاد السيد المسيح له المجد الحقيقة في هذا العام العيد يختلف عن السنوات الماضية لأننا نعيش جائحة كبيرة وباء خطير أصاب كل البشرية لا فرق بين دين وآخر ولا بين قومية وأخرى بل أصاب كل الناس لكن نحن في العراق أصابنا بشكل خاص رغم أننا نحن نعاني من افطهاد داخلي في العراق والعراق اليوم منقسم إلى عدة فئات وعدة طوائف وعدة أحزاب وميليشيات وهذا يهدد أمن وسلامة العراق وخاصة نحن نعتبر كأغلية وإن كنا نحن المكون الأصيل للعراق كشعب سرياني آرامي كلداني آشوري لكن عددنا قل بسبب الاظطهات بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العراق على سبيل المثال هذه 17 سنة من بداء النظام الجديد ولم يتحسن البعض فقل عددنا كثير ويهدد وجودنا وخاصة الانقسام الذي يجري بين الحكومة العراقية والإقتال على المناصب والتفرقة والتجزئة والمحاصصة هذا لا يخدم لا مصلحة العراق ولا مصلحة المكونات الأصيلة في العراق نعم أبونا يعني كرأي من حضرتك كيف سيكون حال المكونات الأساسية في العراق اليوم بعد هذه الصراعات كيف سيكون مستقبلها في العراق اليوم وما هي الرسالة التي توجهونها لتحقيق السلام بين مكونات العراق الأساسية الحقيقة نحن كمسيحيين في العراق نطلب أن يكون حكومة علمانية والعلمانية لا أقصد بها ضد الدين حكومة مدنية تضمن حقوق المواطنين مهما كان دينه أو لونه أو قوميته نحن كلنا كعراقيين هذا الشيء الذي سوف يحافظ على وجودنا ويحترم خصوصيتنا لا بل يحترم كل العراقيين بمختلف فئاتهم يعني المسلم عندما يصلي في الجامع له الحرية المسيحي يصلي في الكنيسة له الحرية وكذلك الصابئي واليزيدي لكن في الشارع أن نكون نحن عراقيين القانون يسير على الكل أنا أعبد في بيتي ما أشان أعبد أعبد في كنيستي ما أشان أعبد هذا خاص به لكن نحن نريد دولة سياسية قوية علمانية قانون مدني يحمينا بهذا الوضع بهذه الأمور فيثبت وجودنا ونستطيع أن نمارس حقوقنا واجباتنا طقوسنا ونبقى في العراق لأن العراق هو بلدنا ونحن من المؤسسين العراق نحن من سكان العراق الأصليين فنتمنى الحكومة العراقية أن تكون أكثر واقعية وأكثر نظرة شاملة وأن تنظر إلى العراق كعراقي وليس نسبة إلى دينه أو طائفته حتى تضمن حقوق الجميع لأن من مستفاد اليوم من الوضع في العراق العراقين كلهم يموتون يقتلون حالة الفقر كبيرة في العراق يعني الكل بحاجة إلى أمن وإلى سلام هذا الأمن والسلام لا يتحقق إلا بالوحدة الحكومة العراقية وباحترامها لكل مكونات الشعب العراقي وبذلك نستطيع أن نقول نعم نحن نعيش في سلام وخاصة هذه الأيام أيام عيدة للميلاد السيد المسيح الذي هو رسول المحبة والسلام الذي جاء لكي يلقي رسالة الله للبشر هي السلام، المحبة، الوداعة، الرطف، التآخي، قبول الآخر هذا الشيء مهم بالنسبة لنا كمسيحيين أن نقبل الآخر وبالنسبة للأخ المسلم أيضا أن يقبلني وأن نعيش كأخوة في بلد واحد لنا أمور كثيرة مشتركة فالدين لله والوطن للجميع نعم يعني سيادة المطران دعوتكم هذه للتآخي والمحبة والسلام يعني تأتي مع تواجدكم وتواجد الكثير من الطائف المسيحية العراقية تحديدا في المغترب دعني أتحدث عن وضع المسيحيين مسيحي العراق في دول الاغتراب عن علاقتهم بعراقي بمسيحي العراق عن وضعهم وماذا يقدمون للعراق من الخارج إلى الداخل نحن نعيش في المملكة المتحدة نحن هنا تمام لكن جذورنا وعقولنا وقلوبنا في العراق لا يمكن أن ننفصل عن أهلنا وعن وطننا العراق يعيش فينا وإن كنا هنا في بلد الغرب لكن ما زلنا نمارس طقوصنا عاداتنا تقاليدنا أكلاتنا كل شيء كعراقيين ونتمنى أن يعود السلام والوئام للعراق يمكن أن نعود إلى وطننا ونبنيه من جديد أن يقف المسيحي مع أخيه المسلم والأخ المسلم مع الأخ المسيحي نحن في أوروبا اليوم مثلا هناك جالية كبيرة من المسلمين أيضا ما أصابهم أصابنا نحن أيضا يتطلعون إلى وحدة العراق أن يكون العراق بلد شامل وسلام حتى نستطيع أن نفتخر ببلدنا ونرفع هويتنا لا اليوم مثلا نحن وينما نروح مثلا نسمع أن أنتم عراقيين حرب قتال طائفة يلسقون بنا صفة الإرهاب ونحن بريئين من هذا الشيء هذا الشيء حديث على وطننا العراق الحبيب الذي كان منذ أربعة آلاف سنة وإلى هذا اليوم هو مصدر السلام ومحبة وتاريخ وأصالة نعم كيف يمكن أن يستفيد العراق دوليا وعلى صعيد تحقيق السلام من زيارة البابا فرنسيس للعراق مطلع آذار المقبل الحقيقة فرحنا بخبر زيارة قداس البابا لأن قداس البابا هو يعتبر شخصيتين شخصية مدنية كرئيس دولة وشخصية دينية كرئيس أكبر كنيسة مسيحية في العالم والعراق الصور أصبح له الحظ الأوفى بهذا الخبر أن يقوم هذا الشخص العظيم والشخصية الدينية الكبيرة بزيارة العراق هو تثبيت لوجود العراق لدعم السلام في العراق لدعم الوجود العراقي والمسيحي وجميع مكونات الشعب العراقي فهذه فرصة يجب أن يغتنمها الحكومة العراقية ويغتنمها كل العراقيين نحن بشوق نتطلع إلى زيارته لأن قداس البابا هو رجل سلام رجل محبة وينما ذهب كان ينشد المحبة لا يتطلع إلى مسيحي أو مسلم بل يطلع إلى الإنسان لأن كل إنسان مهما كان دينه هو خلقة الله وله حقوق ويجب أن يحترم أن يحترم كإنسان ففي العراق يجب أن يحترم الإنسان العراقي نعم أبونا المطران تومى داود رئيس طائفة السريان الأرثوذوكس في المملكة المتحدة شكرا جزيلا لك في الرأي شجاعة فائقة وفي الخبر سرعة فائقة وفي الصورة دقة فائقة الشرقية نيوز HD عبر نايزات وعلى التردد عشرة ألاف وثمانمائة واثنان وتسعون بولارايزيشن هيروزنطل سيمبل ريت سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة إف إي سي خمسة على ستة نافذ البيع للبنك المركزي للمصارف الخاصة التابعة للأحزاب هذه المصارف حقيقة تلاعب في السوق العراقية بالطريقة التي توفر المال في جيوب الأحزاب وجيوب اللجان الاقتصادية أغلقت بورصة الكفاحة الأممية وخمسة وثلاثين وخمسمائة هذا الفارق الكبير بين 16 ألف دينار في مئة دولار وضربها هذا وين يروح؟ يروح في جيوب الأحزاب والمصارف التابعة للأحزاب إذن المشكلة هي مشكلة سياسية بامتياز قبل أن تكون مشكلة اقتصادية هنا لندن الشرقية نيوز برؤية جديدة نحييكم قررت الحكومة العراقية منع السفر إلى دول بريطانيا جنوب أفريقيا أستراليا الدانيمار كولندا بلجيك إيران واليابان ومنع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين على خلفية ظهور سلالة جديدة لوباء كورونا جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء مخولا وزارة الصحة تحديد أي دولة أخرى وإلزام أي عراقي وافد من الدول المذكورة بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض لحين ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا وعلنت الحكومة العراقية لاتفاق مع شركة فيزر على استيراد مليون ونصف مليون جرعة من لقاحها كوبيت 19 وذكر بيان لوزارة الصحة أن اللقاح الذي طورته فيزر مع شركة بايونتك سيصل إلى العراق في مطلع العام المقبل دون أن تذكر الوزارة الفئات التي ستوزع عليها اللقاحات أولا كما هو معمول في جميع دول العالم كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام بقيمة 600 مليون دينار في أحد مشاريع مطار النجف وقال بيان للهيئة إنها ضبطت إيصالات وسندات صرف وطلبات شراء غير أصولية خالية من التواريخ من قبل إدارة المطار واللجان المؤلفة من مشروع إنشاء دور سكنية خاصة بالموظفين والأجانب وجه الطائرات والتحالف الدولي ضربات لمواقع تنظيم داعش في جبال بادو الشمال غربي محافظة نينوى وأقل مصدر أمني في المحافظة إن ضربات التحالف ركزت على أوكار التنظيم في المنطقة على خلفية تسلل مسلحه مجددا إلى المنطقة أصيب تسعة من عناصر الشرطة العراقية بينهم أربعة ضباط من فجار عبوة ناسيفة في أطراف ناحية أبي صيدة شرقي ديالة وقال مصدر أمني إن عبوة ناسيفة انفجرت في أطراف قرية المخيسة شرقي أبي صيدة مستهدفة دورية لشرطة الطوارئ ما أسفر عن إصابة أربعة ضباط وخمسة منتسبين أشار المصدر إلى أن قوة من الشرطة شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين تستعرض الشرقية نيوز أبرس أحداثه العام 2020 في محافظة العراق التي عاشت ظروفا استثنائية وذلك في سلسلة تقارير أخبارية عبر شبكة المراسلين في ستة عشرة محافظة أربيل التي ألغت الاحتفال ولأول مرة بعياد نوروز وتعرضت لانتهاكات من عناصر البككة سجلت أيضا أحداثا أخرى يسردها تقرير عثمان الشلاش سجلت هذا العام في كردستان أحداثا ظلت عالقة في عقل التاريخ 2020 أدخلت أربيل في أحداث تشهدها أول مرة أو لربما لم تحدث منذ سنوات قصفت أربيل بصواريخ باليستية وأخرى تستخدم في الراجمات استهدئ في المطار ومقر التحالف الدولي طبعا هذا كان حركة سياسية غير موفقة وهذا كان مسج من بعض الجهات الداخلية العراقية وبتحريق في النقل الخارجي لأعطى مسج لحكومة دقلين كردستان بأننا نصل إلى حكومة دقلين كردستان ونصل إلى القوات الأجنبية الموجودة ولكن هذا المسج كان له ردة فعل سلبية على الجهات التي قامت بتنفيذ هذا العمل الغير مقبول والعمل الإرهابي بالضبط لأن هذا العمل أولا لا يؤدي إلى استقرار ولا يؤدي إلى حل المشاكل ولا يؤدي إلى خروج القوات الأجنبية بل يؤدي إلى تضخم المشاكل في العراق وإلى تدخل أقليمي وخارجي أكثر داخل العراق فيما كان حضر التجوال لأسابيع متعددة هو الآخر الذي لم يكن قد حدث في ثلاثين عاما نتيجة تفشي وباء كورونا وعلى إثره أغلقت المطارات وعلق الاحتفال في نوروز لأول مرة في تاريخه ونتيجة كورونا توفي محافظ أربير الذي لم يكن قد مر عام على تسلمه المهام بدأ هذا العام منذ بدايته بالحضر التجوال الذي مر على أقليم كردستان وصراحة أن أقليم كردستان شعب لم يحصل يوم من الأيام صار في حضر ولا صار في غير شيء يعني الشعب ما كان ينظر إلى هذه النظرة كانت نظرة غريبة والأول مرة تحصل في أقليم كردستان بسبب فيروس كورونا وبعدها تتحدث الأزمات وجاء من بعد الحضر أن تعليق المناسبات الكردية ومن ضمنها تعليق النوروز أي نوروز هو من الأعياد والمناسبات الرئيسية ولم تنتهي السنة من دون مفاجآت تحدث للمرة الأولى منها قيام رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بزيارة مخيمات الأقليم ومعابره الحدودية ولقاء مواطنيها على الأرض أقليم كردستان جزء من دولة عراقية ورئيس الوزراء العراقي أكيد هذه الإقليم بها مسؤولية على عاتق حكومة فيدرالية وطبعا شعب الكردي وخاصة بمنطقتنا بسليمانيا نرحبوا بزيارة رئيس الوزراء العراقي بهذه الطريقة دخلت إلى سليمانيا إلى الشوارع ويناس حجها وهم زار إلى منافذ الحدودية عشرين عشرين استمرت معها أيضا أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل ولكن الصدمة كانت في تغيير أسعار صرف الدينار مقابل الدولار للشرقي نيوز عثمان الشلاش أربيل طلب سائقو ومستخدمو كردست البصرة وزارة النقل الاتحادية بتنظيم عمل المرائب الخاصة والعامة في المحافظة والتي تفرض جبايات كبيرة دون تقديم الحد الأدنى من تنظيم العمل تقول مواطنون التقاهم مراسلنا أيمن الشيخ إن جهات متنفذة تتحكم بمفاصل حيوية وتفرض أتاوات بلا وصولات على الرغم من فرض هيئة النقل الخاص في البصرة رسوما تجبى من سائقي المركبات في المرائب إلا أنها لا تقدم أي خدمة فدورها يقتصر على أجباية الأموال غير مكترثين بالواقع الخدمي تجي منك تقبط ما تقبط تجي فارغ أربع نفرات يأخذ منك 500 دينار زين من يأخذون هذي دينار وين جاي يروح هل ما جاي ينطي فلوس ما حد يقدر يحكي كلها ساكت اليوم أنا وياك نطع نحكي على فلان قالوا شون تطع علينا اليوم ثاني تطع عليك الناس الشي لك عم الله وكي نص يجيب ولم تترك المافيات أو العصابات بحسب ما يسميها سائقوء المركبات بفرض أتاوات على الداخل والخارج من المرأب الحكومي أنا نطي فلوس هنا خمسمية أول ما تغبط تطلع من الباب كدلك الدلال خمسمية هذا يصر ألف إياه الهيئة حاسبك على وصل الخط هو قراج ما مغفر لك اللي نال خيسي زيد جاينا الطفلوس ويأخذون كل ما تعرف به وين ما وين كل من يجي يستولع لقراج وقال هذا الخطوط أنا اللي حاجزها وأنا تابع لي واللي معروفة هي الخطوط كلها راجع علما للدولة إذا مو للدولة إذا أكو شخص مستثمر فالمستثمر يجي هو هو اللي يوقف المكان الهيئة على ذلك تجي للهيئة وتجي تلقى اللالهنانة يجي بالسوا فإيش أصبحت 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 ما فيه موجودة داخل القراجات وتشير مصادر حكومية إلى أن قيمة واردات المرائب التابعة لوزارة النقل تتجاوز الـ 500 مليون دينار أسبوعيا من البصرة أيمن الشيخ الشرقي نيوز يهدد الأهمال عشرات الأطنان من المحاصيل الزراعية في الأنبار جراء تأخر توزيع الأسمذة ولوازم اللوجستية من قبل وزارة الزراع ويقول المزارعون ومسويقون أن غياب الدعم يهدد تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي وتوزيع مستحقات المزارعين الذين استطلع مصطفى الحامد أراءهم في التقرير التالي أكثر من عشرين طن من زيت الزيتون وبقية المحاصيل الزراعية في جزيرة الرمادي مهددة بالتلف نتيجة أعدام الأسمد والبذور المخصصة لها في دائرة الزراع رغم قرار السلطات المحلية بتنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل في نيسان العام الجاري المزارع الذب لها تقريبا تقريبا ثمنة طنون بزية الزيتون على الجودة ليش أروح أستورد من الخارج وأجيبها كلها مخشوش أنا مواجيبة بلادي بس ماكو دعم أروح الزراع أقولهم يا بنتوني كيمياوي السعر الكيمياوي قالي حيل قالي يعني فرق عندنا السوق 30 ألف دينار وهذا دعم هذا نطالب من المحافظة بإغلاق الحدود ومن المنافذ الحدودية لإغلاق المستورد واتجاه إلى الفلاحة الأنبارية تقصير وأهمال من قبل وزارة الزراعة بالتخصيصات المقررات لمديرية الزراعة في المحافظة تقول السلطات المحلية في الأنبار مطالبة بتوزيع مستحقات الفلاحين فورا واحد من أهم ملفات اللي يجب معالجتها من قبل الحكومة المركزية موضوعات الشركة العامة أيضا لتوزيع المكان والعدد واللي يعتقد أيضا تحتاج إلى ضرورة يعني مراقبة أداها وعملها للأسف شديد كثير من المواد اللي ديتم توزيعها على الفلاحين مدى تستغل بشكل حقيقي فضلا عن عدم إمكانيتها من توفير المكان والعدد الحقيقي اللي يحتاجها الفلاح وبالذات في مجالات وزارة ضرورة يعني المحافظة على المنتج المحلي وعدم استيراد مثل هكذا منتجات على أقل تقدير بفترة حالية لغرض تطوير ودعم الزراعة من الأنبار مصطفى الحامد الشرقية نيوز مددت ألمانيا حتى السادس من كانون الثاني إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب أفريقيا التي رصدت على أراضيهما سلالة جديدة من وباء كورونا سريعة الانتشار وفق ما أعلنت وزارة الصحة وبدأت إجراءات تعليق رحلات عبر القطارات والحافلات والسفن والطائرات القديمة من الدولتين حيث منع بشكل عام كافة الوافدين من الدولتين من دخول الأراضي الألمانية وتجاوز وتجاوز أجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم سبعة وسبعين مليون حالة حسب ما أظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وأظهرت بيانات هوبكنز الناجمالية المصابين بالوباء تجاوز سبعة وسبعين مليون وثلاثمائة ألف حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى مليون وسبعمائة ألف حالة وفاة هذا وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بعدد الإصابات بكورونا تليها الهند ثم البرازيل كما تجاوز عدد الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الجائحة عطبة ثمانية عشر مليون شخص توفي منهم أكثر من ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة ألف بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز في هذه الأثناء أظهرت بيانات لرويترز وفاة شخص بكوفيد-19 كل ثلاثة وثلاثين ثانية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وأودى المرض بحياة ما يربو على ثمانية عشر ألفا في الأيام السبعة المنتهية في العشرين من ديسمبر كانون الأول وتلقى رئيس المنتخب جو بايدن مباشرة على الهواء الجرعة الأولى من لقاح فيزر بايونتك المضاد لكورونا لتعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح وأحث بايدن بعيدة لقيه الجرعة من أو جرعة اللقاح الأمريكيين على التطعيم عندما يكون اللقاح متوفرة معلنا أن زوجته تلقت بدورها الجرعة الأولى من اللقاح كما فاد فريقه بأن نائبة رئيس المنتخب كاميلا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر لن تعود إلى الأبد كان هذا التذكير بأهم البرامج التي ستعرض على الشرقية والشرقية نيوز في فترة عياد الميلاد ورأس السنة كل عام وأنتم بخير وسنة جديدة وخيرة على الجميع نتمنى ذلك ألا أن لا تعود عام 2020 مرة أخرى على الجميع في هذا الخبر ننهي حصادنا لهذه الليلة قدمتها أنا حسام الطائي وألا أبو الشملات شكرا ألا شكرا لك حسام وشكرا لمتابعتكم حصاد هذه الليلة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة